حمل التحرير الممج علنها مجلس الممج العسكري قيادة مجلس الممج العسكري بتنسيق مع الأمريكان وقوات التحالف وجاءوا إلى قاعدة إنجرليك وحتى ناقشوا مع الأتراك حتى رئيس الدولة التركية رجب طيب أردوغان صرح بأن القوات التي تقوم بتحرير الممج هي قوات عربية فقط فيها 250 كردين لدعم اللوجيستي والآن كيف غيروا المعادلة طيب ذهنا نشرك معنا هدفهم التذرع بوجود الأكار من أجل احتلال المنطقة هذا شيء واضح